اوه 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 فلذلك في مثل يقول اطلقها على اه تراب ولا تربطها على اخصاب حياكم الله اوه 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 ا اشتركوا في القناة 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 تعال! يلا امتبه! تعال! نسرح بالغنب نسرح بالغنب اشتركوا في القناة انه لم تتفض الى البطول انتصار محلوم نسرح بالغنب ومن مقاتل طبعا ما اخذين القنم اللي والدة الرقص ما اخذينها للمراعي الحد الان ما خلطنا الجلد مع الرقص لانه ما ظل عندنا جلد خفيف يعني قليل جدا كلها ولدت ماشاء الله تبارك الرحمن اكثر من مرة جهت حماية البيئة وحاولت انها تقتل الخنازير البرية لكن بدون اي فايدة دائما يجون يقتلون واحد او اثنين ما يحصلون البغية وما يقدرون ان يوصلون لهم بسبب مناطق الوعرة القعبات الوديان اللي تتخبى فيها هذه الخنازير فيها ضرر كبير شوفونا العدد العدد هائل جدا هي ضرر كبير للمزارعين يعني بشكل اه بشكل كبير لا دموا لا لا ما شاء الله تبارك الرحمن على المراعي وحيلة هذا العام مع انه لسه في وقت الربيع الحمد لله رب العالمين في اماكن يعني معينة فيها مراعي مثلا الوديان المناطق المنخفضة اما المناطق الجبلية الجبل ما فيه مرعا خالص حاليا لان هالجو بارد يعني اتمال شهر اه شهر نصف اه شهرين يعني حسب المناخذ اه صار في دفة صير في ربيع بس لكن اه في المناطق هذه في الوديان المناطق المنخفضة ما شاء الله في ربيع شاء الله في الرحمن قد اركض تلك المنطقة ت testosterone كيف ترابل؟ ما هذا؟ ترابل joe سوت هذين? ترابل بيدة؟ لا أرى يا أخوة أظن بان اجل خاشب سوت شو جو جوه نحن بان شأن واحد كم عدن؟ واحد اثنين، اربع هادي هنا واحد اثنينة ثلاثة اربعة خمسة ست سبعة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست ست جاوة ارجعها لمكانها ارجعها لمكانها لان امها وقتين تجي تلاقيها هنا شبعانات ماشاء الله امها الموجودة امها الموجودة امها الموجودة اسم الله الحيوان شون والدهنية فهذا المكان معا رضا عنا راح نجهد هذه الخيمة للخرفان اصخار حتى نعذنها ونعطيهن على الضوء هذه هي القنب روحت على عشاها راح نعشيها وننعزل الخرفان وننرح ان شاء الله بالخيم انتبهوا على ناره ما راح تدخل داخل السياج حتى تدخل الغنم كلها بس انتبهوا لاحظوا شوفونا تراغب الغنم كلها خلط الغنم هي اخر وحدة تدخل على السياج يمام يقول له يمام هو حمام بري شوفونا هذا هو اه طبعا الحرية للجميع اكثر حيوانة عنده صبر بهالدنيا هو القط هذا البسون هذا ما عارف لان متحمل الجرو يعني 24 ساعة هو يمزح معها هذاك يحاول يفطس يعني مزحة تغيرة وهذا متحمله وصابر واموره فوله مكيف عليه مزحة تغيرة لا بالحراسة ما تستنفر الا اذا شمت ريحة او اسمها عبصور تشوفون بارود ودمان وجاء وكلان استنفرد تشوفون بارود دائما رابطينا فوق الخيام والبغية مفروطة بارود دمان الصغير ما هو وطف بس دمان الصغير رابطينا وراء الخيمة الثانية وفارود الخيمة هاي ما شاء الله تبارك الرحمن الخرفان صار تقريبا عمرا شهر بلشان يأكلن راح نعطيهن علف طبعا ما راح نعطيهن شعير راح نعطيهن علاف مركبة حتى تساعدن عن نموه الشعير يساعدن على السمن يعني يمسكن وزن ويظلن صغار لا العلاف هذي ساعدن عن نموه شهر ما شاء الله تبارك الرحمن بطليان ساعدن يأكلن كل معنا ساعدن على فتان يأكلن يأكلن أنا شوف تعليقاتكم بعض التعليقات يقولون الخرفان عندنا يأكلن صف بعض طبعا الخرفان اللي يأكلن صف بعض احتمال كبير ان تكون القنم مربوطة يعني ما تطلع تسرح تطلع على الجبل او تطلع على المراعي فلذلك الخرفان يأكلن صف بعض فتقدر تعوضهم تحطهم فيتامينات مع الاكل تنطيهن ملح تعلقن حجر ملحة هذا حتى اماكن صف بعض تذوقي الخرفان تشوفوني شنون صار لحوس الملح تشوفوني شنون صف بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة